السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح يا رب تكونوا بالف خير وصحة وسلامة ويا رب دايما مشارعكم في تربية الطيور تكون نكحة ومحققة لكم كل اللي انتم بتتمنوا في الفيديو ده احنا جايين نتكلم عن زيادة البيض بحاجة جديدة تقريبا ما تكلمناش فيها قبل كده مش مكلفة وهتزود عندك انتاج البيض بشكل فعال وسريع جدا لكنها مش بشكل سحري كالعادة احنا بنحب نقول لكم دايما ان الحلول والوصفات والاكلات والخلطات والاعشاب اللي بنقدمها لكم على القناة مش اعشاب سحرية يعني انت هتقدمها للطائر علشان تساعد الطائر على زيادة انتاج البيض وطبعا هي فعالة جدا لكن مش سحرية يعني لازم تستخدمها حاجات تانية ولازم تهتم بكل الاساسيات اللي حوالين الموضوع وهو موضوع زيادة انتاج البيض قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة من اليوتيوب ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول دايما احنا بنأكد على المعلومة دي يا جماعة ان الطائر جودة انتاج البيض بتاعه او كمية انتاج البيض بتاعه مش بس بتتعلق بكمية الاكل اللي دخلها جسم الطائر يعني هو الموضوع مش كميات ده بل بالعكس انت ممكن تزود الكمية فالطائر ده يقل انتاجه تخيل انت تزود له كمية الاكل فانتاجه يقل ايه الموضوع متعلق بشكل مباشر جدا بالتوازن الغذائي مش بكمية الاكل لا بالتوازن الغذائي يعني هو عنده مثلا بنسبة 100% عناصر المية في المية دي تتأسم بقى لازم يدخل له بنسبة كذا في المية بروتين وكذا في المية زنك وكذا في المية صوديوم وكذا في المية مش عارفية وكذا في المية مش عارفية يدخل له العناصر الغذائية بالنسب المتوازنة اللي تضمن ان صحة الطائر تفضل يعني عالية جدا وما دام صحة الطائر عالية وقوية وما فيهاش اي مشاكل يبقى انتاجه كمان هيبقى مفقوش اي مشاكل وعلشان نضمن كل التوازنات دي يا جماعة يا ريت تسمعوا كلامنا دايماkeit دايمان لما بنكلمكم في الروتين الشخصي بتاعنا في زيادة انتاج البيض ليحنا يا ما بنحكي عنه بعيدا عن الاكلة بتاعت النهاردة الاكلة بتاعت النهاردة قوية وفعالة وكل حاجة لكن بعيدا عن الاكلة دي انت فعلا لازم تركز في الروتين اللي احنا ماشيين عليه لان الروتين اللي احنا ماشيين عليه هيوفر عليه كتير جدا يعني انت دلوقتي لو بتربي في راخ صغيرة لساكتاكيت وبستنيها تكبر وتنمو بسرعة علشان انتاج البيض عندك اه يجي بسرعة لو ما يأخرش عن اربع شهور مثلا لان الطيورة عموما ممكن تقعد لخمس وست وسبع شهور مطبطش ممكن مطبطش خالص بسبب الاهمال وقلة الاهتمام وعدم الاهتمام بالتوازن الغذائي دايما بنقولك على الروتين الشخصي بتاعنا اللي دايما بنذكره على القناة فيعني لو ما تفرجتش عليه بعد الحلقة دي ممكن ترفي في القناة تلاقي الروتين بتاع زيادة انتاج البيض اما بقى بالنسبة الاساسيات العامة بعيدا عن الروتين فزي ما بنقول دايما ان الطائر عبارة عن جو عام ومناخ عام عايش فيه المناخ ده لو صالح والمناخ ده لو كان مناخ صالح فالطائر هيكون كمان هو صالح وانتاجه صالح كمية وكمان طعم البيضة يبقى كويس وصحة الطائر هتبقى كويسة وكل عاجة هتبقى تمام التمام اما بقى عن الخلطات المختلفة اللي بنزود بيها انتاج البيضة فخلي بالكم يا جماعة ان الخلطات دي ما بنفعش نستخدمها كلها مع بعض يعني انتا ما بنفعش تجيب كده مسلا عشر فيديوهات عندنا بنتكلم فيهم عن عشر خلطات وتستخدم كل حاجة مع بعض لان انت كده ما عملتش توازن غزائي والموضوع مش بالكترة مش بالكمية الموضوع زي ما قولنا قبل كده بالتوازن وعشان تحقق التوازن نهاردة جابين لك حاجة مهمة جدا زيادة انتاج البيضة اكلة مفيدة ويتأثيرها فعال جدا وسريع جدا على الطيور بتاعتك وهي الشمر الشمر يا جماعة حاجة مشهورة جدا وما اعتقدش ان هي مكلفة لانك هتاخد منها معلقة صغيرة جدا معلقة صغيرة كل يوم على لتر المية بس لو هتقدمها بكرة مثلا يبقى لازم تحط معلقة على لتر المية وتنقعهم للصبح يعني يتم نقع الملعقة دي في لتر المية لتاني يوم الصبح وبعدك تقدم المية دي وطبعا لازم تغطي المية علشان المية لا تفسد تكون مقفلة كويس جدا علشان المية ما تفسدش تقدم ليهم المية دي اللي كان منقوع فيها معلقة صغيرة من الشمر وتعمل ده كل يوم معلقة صغيرة اظن يعني مش هتكلفك باي شكل من الاشكال ولو عملت ده كل يوم مش هيكون فيه تكلفة مادية كبيرة عليك بل انت هتلاحظ ان انت كسبان في الاخر لان انتاج البيض عندك هيكون مختلف تماما وزيادة جدا الشمر مش بس بيزود انتاج البيض الشمر هيعمل وقاية عامة لجسم الطائر من مشاكل كتيرة جدا الشمر هيدخل يطهر معدة الطائر هيعمل عملية تطهير شاملة يعني ضد البكتيريا ضد الميكروبات اي حاجة ممكن تأثر على صحة الطائر وصحة الجهاز الهضمي وكمان الشمر بيعالج مشاكل كتير جدا لها علاقة بالجهاز التنفسي فانت ضرب عصافير كتيرة بحجر واحد وانت كل اللي عليك انك بتعمل ايه بتجهز مية الشرب من قبلها بيوم تنقع معلقة من الشمر في لتر مية وان شاء الله لو عملت كده هتلاحظ التأثير على طول يعني مش هتستنى مثلا عشرة ايام يهبان ما التأثير يبان على الطور بتاعتك لأ هتعمل كده اتلاحظ ان التأثير ما اخدش ايام وظهر على جسم الطائر وعلى صحة الطائر وانتاج الطائر تعمل ايه بقى في الروتين بقى؟ يعني انا بقى اختصر عليك برضو علشان ما تروحش الحلقة تانية وتقعد تدور على الروتين ايه الروتين اللي يساعدك بقى مع استخدام الشمر ده الروتين اللي يساعدك بسيط خالص انك بتبدأ اليوم بالعلف وكمية العلف احنا طبعا عارفينها من ستين لمية جرام للفرخة الوحدة دي اول وجبة صباحية بتبقى الساعة تمانية او تسعة صباحا بعد كي بيبقى في وجبة على الساعة تناشر بالكتير يعني ممكن حداشر اتناشر الوجبة دي بتبقى ايه؟ بتبقى الشامي الابيض وخضروات شامي ابيض وخضروات مع بعض وجبتين في وجبة واحدة شامي ابيض وخضروات هنقدم اربع وجبات لكن شامي ابيض بتبقى كمية قليلة مش بتبقى كمية كبيرة بس معها خضروات بنسبة كبيرة جدا وبكمية كبيرة جدا علشان الطقر يهضر يهضم الشامي ويهضر يهضم برضو العلف اللي اكله الصبح يفضل يأكل في الخضروات دي اللي هتساعده على الهضم لحد اخر اليوم لحد اخر اليوم لحد مثلا الساعة ستة اخر اليوم هنا معصوب بها اخر النهار يعني لحد الساعة ستة لحد قبل المغرب بشوية قبل المغرب بشوية بعد كده بقى تديله الوجبة الاخيرة وهي عبارة عن بواء العيش اللي عندك العيش الناشف المطحون ناعم او العيش الطري البوائي بتاعته المبسوسة او المفرومة ناعم انت لو عملت الروتين ده مع استخدام الشمر مش محتاج تروح لبقى الخلطات اللي موجودة على القناة يعني انت بتستخدم ما يناسبك من كل الخلطات لان طبعا مش هتقدر تستخدم كل الخلطات مع بعض في نفس الوقت علشان انت كده لم تحقق التوازن الغذائي اللي احنا بنتكلم عليه من اول الفيديو ده كان الفيديو بتاع النهاردة ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشارات مباشرة لك من اليوتيوب وما تنساش تعمل تعليق على الفيديو باي مشكلة بتواجهك في عالم تربية الطيور ايا كانت المشكلة وايا كان نوع الطائر هنرد عليك ان شاء الله في عرب وقت في التعليقات او نعمل لك فيديو مخصوص لو المشكلة تستدعي وناس كتيرة بتسأل عنها ونشوفك على الف خير في حالات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته